عقد اجتماعي اليوم بوزارة الاعلام بحضور مديرية التوجيه بالجيش اللبناني مديرية المخابرات صليب الاحمر والمسؤول الاعلامي من اليونيفيل هذا الاجتماع هدفه هو انه نلاقي سبل وقليات معينة لنعطي اكبر امكانية لحماية الصحفيين اللي عم بيكونوا بالجنوب يعني نحن يمكن الناس ما بتعرف بس انه في حوالي 500 صحفي بالجنوب بين اجانب وبين لبنانيين وهيدي يعني هيدا رقم منه قليل انه نقدر نحن يعني خلينيقول ننظم كل هالوجود هونيك لانه الصحفيين كمان انه اكيد عليهم مسئولية عليهم مسئولية عم بيكونوا عم بيتحركوا بسرعة كتير طبعا هيدا شغلهم ايام ما بينتبهوا انه هني لازم يكونوا ينتبهوا اكتر يعني هني لازم يكونوا اول شي عندنا انه انه هذا العدوية اللي هو يمقابلهم ابدا ما عنده اعتبارات ولا اخلقية ولا له علاقة يعني بالاتفاقيات والموثيء الدولية بالاضافة لانه في استهداف دائم للصحفيين نحن هلأ من بعد هيدا الاجتماع طبعا هلأ لاحيطلع يعني بيان مفصل عن عن النقاط يلي يلي بحثت وانه لاحيكون فيه قلية بتخلينا قدمة فينا نقدر ننظم يعني المشهد الصحفي اللي عم بيكون بالجنوب لاحيكون فيه كمان اكيد متل توصيات للوسائل الاعلام المحلية والاجنبية بتتعلق بالسلامة العمية للصحفيين بتتعلق لانه لاحيكون فيه كمان دورات تدريبية بالتنصيق مع الصليب الاحمر ابتداء من هذا الاسبوع اللي حينعلن عنه نحن يعني كل اللي بهمنا من وراء هالاجتماعيات وهيدا التحرك هو سلامة الصحفيين اولا وتانيا انه نقدر نقمن لهم اكتر اكتر شي امان تا يقدروا ينقلوا الصورة متل ما هي ويقدروا ينقلوا الخبر المزبوط يلي حقيقة هو صار جزء كتير كبير من هذا الصراع يلي دير بفلسطين المحتلة وعلى حدودنا الجنوبية شكرا